فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار هنا وصلنا في قول الإمام في الطحوية وكل ما جاء في ذلك الحديث من الحديث الصحيح عن رسول الله تكلمنا على الرؤية فهو كما قال ومعناه وتفسيره على ما أراد ولا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى وتكلمنا على قولة تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت استسلمت أسلمت لرب العالمين والرسول ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تزبط قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لابد لابد الإنسان أن يظهر العبودية الحق وتمام العبودية بتمام الاستسلام إلى على ظهر التسليم والاستسلام فمرام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وطبعا قلنا أن النجاة مرهونة بالتوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وصحيح الإيمان فتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا هو قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد يعني حجبه عن كمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب لابد أن تعلم أن التوحيد له مراتب ثلاثة ولابد الطالب يعلم أن يعلم ذلك المراتب الثلاثة في التوحيد هو أصل التوحيد وكماله الواجب وكماله المستحب أصل التوحيد وهو الذي يصير به المرء مؤمنا أو يصير كفرا إن خل منه وكمال التوحيد الواجب أن المرء يكون فيه النقص اللي لم يأتي به ويأثم ويكون قد آتى كبيرا وكمال التوحيد المستحب هو أن يفوت درجات العلو أن يفوت درجات العلو ولذلك قال حجبه ذلك عن كمال أو كامل التوحيد وصفيه والمرء لابد أن يصفي للتوحيد حتى يصف له الذين ولم يلبسوا إمانهم بظلما يشوبه أي ظلم ولم يلبسوا أمانهم بظلما أولئك لهم الأمن يبقى الأمن التام وليله التامة كما قال الإمام ابن تمية قال الأمن التام والليله التامة منططين بالتوحيد الكمال فكلما كانت تقاصر في مراتب التوحيد كلما اختل ميزان الأمن والهداية كلما اختل ميزان الأمن والهداية قال في قول وصافي المعرفة المعرفة هنا بمعنى العلم يقصد بذلك علم التوحيد أنه لا يصل للعلم الصافي والعلم الصحيح بتوحيد الرب الجريد سبحانه جل في علام إلا أن يحجب الهوى يحجب نفسه عن الهوى ويمضي في التسليم ويمضي في التسليم ويمضي عنه هذا العلم وصار ما حواه من العلم غير صحيح قليل النفع فعلم الشريعة عامة وعلم التوحيد خاصة يؤتاه العبد بشيئين التسليم التام وعدم الاعتراض كل الشريعة هي هكذا لكن التوحيد بالذات لا يمكن أن يؤتاه المرء إلا بتمام تسليم القلب للرب رأيت في مساء القدر مساء القدر ضحض مزلة يعني تاهت فيها زلت فيها الأخدام كثيرا زلت الأخدام كثيرا في مساء التوحيد لما لنرى من يسلم ولأن التوحيد من باقي نواب الربوبية التوحيد هو من الغيوب فعليك أن تسلم لأنه من الغيوب هذا من أفعال الله للفعلها وأفعال الله لابد أن تسلم لها تماما فلذلك المرء في باب التوحيد بالذات اللي لم يكن مستسلما ومسلما ومسلما بتمام التسليم لله للفعلها لا يمكن أن يتقن الآن فقال التسليم وعدم الاعتراض والعمل بمقتضى التوحيد طبعا أصلا المستدع التوحيد هو كما قلنا هو أن تترجم ما تعلمته في العلم الخبري إلى إلى القصد الطلب إلى القصد الطلب قال بعض السلف أما هو المشكلة لازم يتقفل كده لأنه يؤثر على هذا قال الله تعالى ولو أن كتبنا معنا ولو أن كتبنا معنا أن اختلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خل لهم أشد تثبيت ولذلك انظر إلى الصحابة وفضل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال لما نزلت اندخوا ما في سدركم أو تبدوه يحاسبكم بإله فشق على الصحابة شق جدا عليهم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتقولون مثل ما قالت بني إسرائيل اليهود سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا ايش بأ قال الله تعالى ربنا لا تؤخذنا نسينا وأخطان قال الله قد فعلت خفف بعد التسليم جاء التخفيف يا بني إني أرى في المنامي أني أذبح قال ابتفع المهتمر ستجدون إن شاء الله من إيش فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم وإيش قد صدقت ربنا وفيدنا عظيم أنظر في هذه المكفاءات بعد ذلك لكن المسألة سلمت التسليم المطلوب منك وانتهى أصلا ذبح الولد غير مهتغى غير مراد أصالة المسألة استخراج تمام التسليم وحظ الولد من قلب إبراهيم عليه السلام أما قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب هذا من من هو صاحب الهوى ولذلك أشوف كلام عجيب جدا كلام 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 حذيفة قال وإياك والتلون التلون هذا لا يتأتى إلا عن طريق الهوى التلون لا يتأتى إلا لمن لم يسلم تسليما تام فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا وهذا كثير في من عرضت لهم الشكوك ولم يقنعوا بما دلهم عليه الكتاب والسنة فهم يبقون متشككين حائرين وإذا نظرت إلى كلام هذا الكتاب كلهما كذا أنا سنأتي بكلام هؤلاء أهل الأهواء ماذا فعل يعني هذا العالم الرباني البحر الذكي النقي من أذكاء العالم الجويني لما قام له الهمداني وقال له يا إمام دعك مما تقول لأنه قال له كان الله لم يكن شيء ثم قال فهو على ما كان عليه يريد ينكر الاستواء عليه العرش فهو ما تكلم معه الهمداني قال له يا إمام دعنا مما تقول الآن النظر معك لكن دلني على أمر أعقله ما وجدت نفسي أريد أن أدعو ربي في شيء في حالة إلا ورفعت يدي إلى السماء ضرب على رأسي قال حيارني الهمداني حيارني الهمداني ولذلك يقال هو في مرض موت بص الخلص من عبد الله حتى لو زل بكى وقال لا يتني مت على عقيدة عجائز نيسابور لا علم ولا نظر ولا اطلاع الهتني مت على عقيدة على عقيدة النساء عجائز نيسابور قال ابن رجلي في تهافت التهافت ابن رجلي الحفيد سحب ذات المشتاك لأنه كان فيلسوف كبير قال من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به ما فيه ما أحد يقول إلا أن تأخذ بالسلف والأثر والغزالي رحمه الله تعالى ترك علم الكلام في آخر حياتي وأقبل الحديث ومات وهو يحمل صحيح البخارية على صدر طبعا مات والبخارية على صدر وزاك قلت من يريد إتقان علم فعليه بالسنة من يريد رفع فعليه بالسنة من يريد من يريد أن يقدم على الناس فعليه بالسنة قال ابن القيم محدث إن شيخ الإسلام قال حكى لي بعض الأذكياء وكان قد قرأ على أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة بنواصل الحموي أنه له الشيخ قال له الشيخ أضجع على فراشي وأضجع على الملحفة وأضع الملحفة على وجه وأقابل بين أدلة هولاء وأدلة هولاء يعني أهل السنة وهل أهول حتى يطلع الفجر أو حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء ولهذا ذهب الطائفة من أهل الكتاب إلى القول بتكافؤ الأدلة ومعناها أنها قد تكافأت وتعرضت فإيش فسقطت فلم يعرف الحق بالباطل وصدقوا وكذبوا صدقوا أنهم على حيرة عظيم صدقهم أن أدلتهم وترغضهم كلهم تكافأت وتصدمت فتعرضت فتتساقط ولا ولا شيء فيها يقول ونظيري في العلم مثل أعمى فترانا في حندس نتصادم ولقد صدق الأعمى أعمى البصر وأعمى البصيرة أصحاب الأهواء كفانا في أصحاب الأهواء ما قاله إمامنا إمام المذهب الإمام الشفعي قال حكمي في أهل الكلام إيش الضرب بالنعال بالجريد والنعال ويطفهم وقال هذا هذا جزاء إيش نعم الذي يطلق السنة لابد أن يزل ورزاك الأمام الرازي قال نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين الضلال وأروحنا في وحشة من جسومنا وحاصلوا دنيانا أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا شباء طول عمر الجنراضي صاحب التفسير الكبير هو صاحب المحصول فأقول ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلة وقالوا إذن هنرجع بعد كده للشعبي العلم قال حدثنا أخبارنا أبأنا وإلا فخلنا وبقر وانتهى الأمر يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن الله أكبر الله أكبر اللهم ثبتنا على هذه العقيدة رب العالمين اللهم ثبتنا على عقيدة السلف على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكارم الطيب ولا يحيطون به علما قال في النفي وأقرأ في النفي ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء قال ومن جرب مثل تجربة موجوع جدا الرجل ده سم ناقع في جسد كل منتشق سرطان لا ينفك عنه الهوى سرطان قتال فتاك ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي أبو المعالي الجويني وهذا من أزكة كما قلنا الأئمة صحب الورقات صحب طبعا ليس بالهي قال فقال اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة أخالف فيها السلف يا رب وأيضا لابد أن نحترم هؤلاء ولابد أن نعرف لهم قدرا نبل قال أبو المعالي الجويني ما من حرمين اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة أخالف فيها السلف وأني أموت على ما يموت عليه عجائز ما يصبر وكان يقول أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به قال أيضا شمس الدين الخصر هو الشاهي هو أخذ عن المال الفقر الرازي وكان أيضا من أصحاب الكلام وكان من أجال ترميزة فقر الدين الرازي قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه هؤمن ما تعتقدوا قال ما يعتقد المسلمون قال وأنت منشرح الصدر لذلك متأقن به قال نعم فقال أشكر الله على هذه النعم لكني والله ما أدري ما أعتقد ولا أدري ما أعتقد وبكى حتى أخضى الله سحيته كيف أنعم الله علينا بعقيدة صافية ويريدون التشويش عليها ونحن بفضل الله فلا نؤسس لها تأسيسا يعلم الله به لذلك أتينا بالأسول الفريقة بين جميع طوائف أهل البدع والضلال وكتب السلف بأسرها مصروحة فضلها ونحن الآن مع صدد كتب شيخ الإسلام فقال بيوسف من طلب الدين بالكلام تزندق الهوى الهوى يتلعب بكل شيء من طلب الدين بالكلام يتزندق ومن طلب المال بالكيميا أفلس تشوف أصحاب البخار من طلب المال بالكيميا أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب لأنه طبعا يبحث عن الشسوز وهو الغريب لماذا يطلب المحدثون كانوا لماذا يطلبون الغريب تعرفون مش الارتقاء عشان ينفرد آه فلما ينفرد الجميع يلتف حوله عنده مفردات قال من طلب غريب الحديث وده مقصده سيأجزب سيأجزب وغير الشافعي حكم في أهل الكتاب أن يضربوا بالجريد والنعال ويطوفوا بهم في القبائل والعشاء الفلسفة هلاك ومن أجد الحال يعني قال المصنف بأن علاش كل هذا الأمر تمام التسليم لرب الجليل أن تسلم شرعا وكونا أن تسلم الله لقدره لأمره وأن تسلم لله في الغيبيات وأن تؤمن بالله وأن تؤمن بالله جال فعله وبما جاء عن الله وعلى مراد وعلى مراد الله هذا الأصل الأصيل ولذلك النبي كان في دعاء الليل يقول اللهم ربج بدعائي ومن كائي وإصرافين فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون هدني لمختلف فيه من الحق بإذنك اللهم هدين الله مهدين واهدي بنا الله مهدين واهدي بنا اللهم ثبت العقيدة السلفية في قلوبنا واجعلنا على قدية سيد البشرية وإمام الأنبياء والمرسلين سيد البرية ونسأل الله إلى الفعلام ألا نحيد وألا نعوج وألا نضطرب وألا نتذبذب وأن يجعل علمنا عند الراسخين من أهل العلم أصحاب العقيدة العقيدة النبوية ويجعلنا من الناصرين لها ومن القامعين البدعة ومن الناشرين السنة ونسأل الله في عليائه إيمانا لا ارتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلب الله ما إنا نسألك سؤالا بوجهك الكريم إيمانا لا ارتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد الله ما إنا نسألك بحق لا إله إلا الله نسألك بوجهك الكريم إيمانا لا ارتد ونعيما لا ينفت ومرافقة النبي محمد في جنة الخد الله ما إنا نسألك لدة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين الله ما أجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد الله إليه لأنت استغسرك أتوب إليك الله ما جاء هذا بلد أمنا أمانا رخاء وسائل بلاد المسلمين وأنت أرحم الراحمين سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد الله إليه لأستغسرك أتوب إليك جزاكم الله عننا خير الجزاء أنا أستاذي حضرتكم لو في أسئلة سريعا معكم دقيقة أكون تحت الأمر الله ما أعزنا بتاعتك وأنت أرحم الراحمين فهذا الله عنك أبا الوريد جزاكم الله خير سارع صلى الله لك جزاكم الله خير كيف أعطى الله جلالي فلا هذا القبول لم يمنوي وهو كان على العقيدة السلفية طيب هذه المسألة فيها أمور الأمر الأول أنه ثبت تاريخيا مشهور له رسالة بحث قوي أن الممنوي رجع على العقيدة السلف نعم وهذه المفاجأة التي مفاجئ بها الطلب في هذا الباب أن الممنوي رجع رجع من اللوثة الأشعرية إلى عقيدة السلف نعم وهذا المخطوط موجود بفضل لا جلالي فعلها الأمر الثاني نقول لا غير موجود وهو على نفس العقيد هو ليس أشعرية هو عنده لوسة أشعرية تأثر ببلاده التي كان فيها وكان قد عم بهم وزاع عندهم أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فكان رجل متأولا مخطئا في أحوالي لذلك لم يعرض قيد الملة عن أهل السنة والجماعة الأمر الثالث في هذا الباب البدعة التي كان الألوثة البدعة التي كان فيها النووي تغمر في أنهار الإخلاص والصدق في البحث عن رفعة السنة الشافعية وإن كان النووي عندهم له ما له من المكان لأنه لو خالف الرفع نحن عندنا ربعة في المذهب تفهم كيف؟ يعني النووي الرفع والنووي والرملي والحجر وتحت الميزان الشربيني إذا خالف الرفع النووي بيقدموا النووي ومع ذلك فيه كثير من المذهبة يمقطون النووي النووي في سائح مصلم وفي إيرادة سعين خرج عن المذهب خروجا تاما بسبب النص فعندنا وجوه ثلاثة للقبول العارم للنووي أول شيء نحسبه كذلك والإخلاص والصدق الذي ظهر عليه مع الورع ما كانش بيأكل من عطايا السلطان هو له في فيتمن المسلمين هو كان يعلم وكان حتى أصلا في البستان إذا دخل أحد هو يأخذ ما يأكل منه معنى هو مشروع أنه يأكل ما كان يأكل يا رجل بيبرس بيبرس أمر الناس بالضرائب ووليه أمري فبعث إليه ننصح قال قال لا تأمر الناس بالضرائب حتى حتى تخلو خزائنك من المال وعبيدك من المال فتملأ بها الخزانة فإن لم تكتفى عليك أن تفرد على الناس التضرائب المكوس التضرائب حرم المكوس فنفاء نفاء الحمد لله ما قتلوا نفاء فاجتمع أهل العلم هنا تشوف تعديد أهل العلم بعضهم لبعض فاجتمع أهل العلم إلى بيبرس قالوا له أتعرف من نفيت إنه النو فلما علم بقدره أرسل إليه أرسل إليه أنتعه فأخذ نفس الورقة التي أرسلت فكتب في ظهرها لا أساكنك في مكان هذا النوع الأمر الثاني الأمر الثاني ملاسقة للسنة انظروا النوع اشتهر بسحل مسلم وذورات الصلاحين والأذكار ولا اشتهر بالروضة النادية ولا اشتهر بالمنهاج ما اشتهر بالنسئر السنة يعلو بها صاحبها يا رجل السنة ما عندنا إلا السنة فلذلك النووي ارتفع من أجل هذا والله تعالى على السخاوي وبترجم النووي السخاوي طبعا الشفعل قال النووي باركة دي أعظم ترجمة سمعتها أو جزها أو أعظم النووي باركة هذه باركة أو باركة نووي عظيمة جدا ناس الله ينجعنا جميعا منهم الله أمين الله أمين الله أمين طيب كان في سؤال هنا أحسام يقول ترك النصح أو ترك الإنكار عما سببون الدين لا ما فيش ما فيش حاجة يسمها تركها سبب الدين كفر من سبب الدين كفر يخرج من ملة لابد أن تجلس حتى يهدي يهتدي أو قول يهدى ويهدأ وأنت تتحين الفرصة الطيبة وتقول له قول لا إله إلا الله لا تفعل كذا بس طب ماشي اتراحة الآن اتراحة تفضل عندما يكون لكل دليل فإن كان لكل دليل أو المسألة اجتهادية محضة فهذا خلاف معتبر لابد إن كنت عارمة فتستطيع أن تنظر في الاختلاف أين الاختلاف وأين محل الاختلاف وأين محل النزاع وكيفية الترجيح فترجح فإن لم تكن فعليك بمن تعلم أنه الأعلى فتلزمه فإن لم يكن خلي بينك وبينهم وكون عابداً ربك وحدك نعم صار سير شكرا متى يحكى الإجماع في عصرنا متى إيش يحكى الإجماع في عصرنا الإجماع في عصرنا غير معتد به في هذا الباب لكن يحكى الإجماع وإذا كانت نازلة من النوازل وقد اجتمع يعني طبعا المجامعات الفقهية ليست ميزانة فقد اجتمع العلماء الذين اتفقت الأمة على أنهم من المجتهدين على المسألة فيقال هذا إجماع وهذا صعب جداً صراحة رضي الله عنه سبحانك الله وربنا وبرحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستوصيرك وأتوب إليه كنا في اختبارات والاختبارات أنا أتنازل عنها طيب فالاختبارات كانت للأخت هذه ما اسمها صاحبة الجنون الاختبار للمغني غداً والأخت صاحبتك الأخرى شيء ما صح كده لأيضاً متنع بشجاع المحاضات الثلاثة أو الأربعة طيب خلاص إن شاء الله بزاكم الله خير فاستعدوا وأيضاً أنا أريد أختبر الجميع الجميع في المكسر لأنه عدم الاختبار جعلهم يتوانون نسأل الله أن يحفظنا وحفظكم ونجعل ذلك من ذلك الحسنات ما كان له دم واتصل وما كان غير له قطعة وانفصل والعملة الزائفة لا ترجع على الله السلام عليكم وبركاته ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي يتربي وبارك على شيخي النبي للخلق والضاحى المحيا